السلام عليكم حقوق المرأة الكويتية في الإسكان سواء كان في بنك الاعتمان أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية إذا كنت متزوجة وطلع لك بيت نتيو زوجك ووصل التيار الكهربائي للمنزل يحق لك أن تتقدمين بكتاب إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة المنزل والوثيقة ستكون باسمك وباسم زوجك إذا لم يتم إصدار الوثيقة خلال ستين يوم تتضلمين من القرار وبعدها ترفعين قضية إدارية على المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإصدار وثيقة المنزل إذا بعد الطلاق يحق لك السكن كحاضنة وأيضا ممكن تطلبين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بيت منخفض التكاليف أما إذا في إذا تبتقدمين على بنك الاعتمان على السبعين ألف يحق لك أن تقدمين البنك الاعتمان على السبعين ألف إذا كان عندك حكم حاضنة وأيضا تقدمين أنتي وولدك أو أنتي وبنتك وبعدين بس أنتي راح تأخذين طلب ولدك أو طلب بنتك بعدين إذا ولدك جايب يتزوج يتنازل عن حقها في البيت لكن أنتي تعطيت ياهبة زين؟ علشان البنت إذا تزوجت وراح زوجها يطلب من الإسكان بيت إسكاني زين؟ راح يقولون له زوجتك عندها بيت عندها بيت ما خدت مع أمها زين؟ إذا كانت المرأة ما تزوجت هل يحق لها الحصول على قرض سبعين ألف؟ نعم يحق لها إذا كانت إهي ما تزوجت ما جهان نصيب وعمرها فوق عمر معين وتطلب البيت إهي وأمها بعد بس بشرط أن أمها بعد ما يكون عندها نصيب من زوجها